انضمنا لنا الآن السيد أحمد بافركان وهو عضو المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم من الرباط سيد بافركان السلام عليكم وكل عام وأنتم بألف خير لو تحدثنا عن حالة الإغلاق وتأثيرها على وضعكم كأصحاب مقاهي أو مطاعم وغيرها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك سعيد نتمنى لكم إن شاء الله مبارك وإن شاء الله نتقول السيد المشاهدين شكرا لك وأنت بالمشاهد سيدنا بنسبة أوضاع دينا كقسال مقاهي ومطاعم المغرب في إعلان أوضاع دينا جنة مجرية لأسف شديد وخاصة لنضففنا منذ هذه السنة ونحن نعاني منذ 16 مارس 2020 وإحنا كنا نعانيه أصلا من مجموعة من واحد الضغط ريبي وكذلك جبائي ولكن ذلك جاءت الجائحة زد أثرت علينا أكثر ولكن ما زادنا لزد عمق الجرح بأن نحن هو القرارات للأسف الشديد للحكومة دينا اللي كانت مكتمش مواكبة دي لها قرارات أخرى لموازياء اللي كانت تزجو بمتحقاق من خطوات الاستباقية من المجموعة الحج من الجائحة يعني قدرنا نشجل كذلك امتعاتنا من قرارات الحكومة التي يعني تتقي فقط لعقلنا ولم ترعي الأوضاع المجرية والاقتصادية التي يعيشها القطاع المقارة والمطاعم المغرب حيث أن القطاع المقارة المغرب يعتبر من رقم واحد الرقم الأول في المغرب من حيث التشغيل حيث تجد في المغرب أزيد من 250 ألف مقهاء ومطعام يعني وقت الشغر واحد أزيد من الجزء المليون ديال طريقة مباشرة يعني ما يؤادل سبعة مليون ديال الأوضاع المغربية إضافة إلى القطاعات التي كانت مرتبطة بالقطاع ديالنا من المعامل ديالبون ديالشاي ديالسقار ديالنا مجموعة المواد التي تتم المواد التي تستخدم طبعا في هذه المحلات نعم صحيح لأن المطعم والمقهى يشغل أيضا مصانع السكر والمزارع أيضا للخضرة وما إلى ذلك يعني هذه كلها تشتغل يعني هي عملية دائرية المواد كبيرة ديال واحد منذ مقفلية كبيرة لكيشغلها كلها مرتبطة بالقطاع ديالنا يعني قريبا إلا ديالنا الوضع أنك تشوف أنه قريبا إزيد من 10-11 مليون مغربية لكيشتغل عندها ركيبات مباشرة مع القطاع ديالنا القطاع والمطاعي إضافة تاني إلى مجموعة من الإكرهات لعشه على القطاع singلي أولي الأخير صرحة نحن قررت كناك أن نتاغره من الحكومة ديالنا أنها تأخذ واحد إلا أننا كانوا عندنا واحد مجموعة قدنا نجموعة عن سيناريوهات من بين السيناريوهات أي كلها قدنا نكون عندنا واحد يكون عندنا سيناريوهات وما رأي نحن عن الحكومة ديالنا والشيغيرة ديالنا ولكن الأسف الشديد اختارت الحكومة ديالنا أن نتأخذ أشدهم أشد من أشد السيناريوهات وهذا نحن في ضغرنا كثير كثير جدا هل تلقيتم سيد مفركان هل تلقيتم تعويضات من الحكومة يعني خلال هذا الشهر أو الشهور الماضية التي كان فيها حالة من الإغلاق والحالة هو بعد أن نشأة بيجنة لياقضى صاحب الجلالة حفظه الله 2020 سنة 2020 تعويض كل القارات التي تم اتخاذها كانت لصالح الشغيلها ولم تكن لصالح أرباب مقارنة طائب وكانت استفدوا فيها الناس يعني العاملين هم اللي استفدوا واستفدوا في مصارف قريباً ما يبين ألف برهم بالنسبة للنصر المصدح بهم لدي الصندوق الوطني الدمال الشماعي وما بالنسبة للمصدح بهم لدي الصندوق الوطني الدمال الشماعي واستفدوا في مبلغ ألفين برهم أما المصدحين المصدحين لا يستفدوا فيديو لا يستفدوا بل إنما تم التوجيه لهم لكي يأخذوا قروض تسكنوا فاقل هذا أول هذا أول لكي يستفدوا في نفسنا من أي ذلك بل إنما أكثر من ذلك إننا وحنا الوقت تم حملية شوية للتخفيف لما أعلنت الحكومة للتخفيف الإجراءات لا يستفدوا في نفسنا من الوقت كنا نحن واضحين مع حكومة دينا ومع العزارة دينا دي الضريب بحكم أننا نقوله الدريبة أراها من المواطنة من واجب الوطني أننا نحن أدل واجبة الدريبية ولكن نحن لأسف الشديد أنه الجماعات ما فاتناش بل إنما طلبتنا عن الأداء واجبات جميع واجبات الجبائية مئة في المئة خلال الفترة الحضرش للسحي وإحنا على الوقت للمشينا نحن لم يكن باشرنا العمل نحن لم يكن نحن كيف نحن موارد دينا ضعيفة ولكن كانت الموارد دينا ضعيفة نحن رهامون عادي ما أصلا نحن كنا مئة أو عشرة يوم كنا مسدودين ما كناش حالين يعني نحن وضع هذا نحن كان مزري كان عيشوه فتأم قاومة المتعين في مغليد فتتعونش مننا ومن الحكومة دينا تأخذ شي قرار أو تراج على هذا القرار أو يعني تأخذ جدش إجراءات اللي هي ممكن لنحن أن نتخفف على القطاع لأن القطاع فيعلا أنه يعاني يعاني بشكل كبير طيب لكن سيدنا لكن أيضا الوضع الصحي يعاني أنتم كأصحاب مصالح مقاهي ومطاعم وغيرها هل تقدرون الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد ومستعدون للتضحية أم أنه للتضحية حدود كما يقال أكيد نحن الوضع الصحي جميل جدا أن حكومة دينا الحكومة المغربية أنها الحمد لله جميع جميعنا تخاف على استحاد دينا ولكن كذلك جميل أو أخذت لو أخذت بعين الأصيبات أخذت الصحة دينا واخذت الوضع المجرع وذات واحد تواجد بينتهم الحمد لله المغرب يحقق واحد قبض نوعيا من حيات تقياه أنا الحمد لله أن كل أشخاص اللي فوق إنسانا كلهم تقحوا يعني الوضع الصحي عندنا ماشي وحتى هات سللات المتحاورة اللي هنا متخوفين منها اللي حد الآن أننا نحن كنا قال أن المجرع العلمية قالت أننا ركاين في سبع جهات ولكن خلق خمسة جهات أخرى لكن حمد لله لن يؤد مش تشل فيها يعني أي حالة علش غادي تمشامل جميع الجهات حمد لله بالنسبة للا الاحترازات بالنسبة لحنا قتال مقار مادعين لحنا نحترم الإجراءات الاحترازية اللي فرضتها علينا وزارة صحة نحن 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 وعلى ما دوننا هذا القرار اللي تم استخد يلو كورونا ونوع الوزر ماشي انتصر فقط في الليل لكن نحن نوعي الشعب نوعي والساكنة على أن تحد السلوكات اللي خير من السلوكات اللي هنا خفرة مرتبط شهر كريم طيب دعني دعني أختم معك سيد بفركان إذا الحكومة لم تتجاوب مع مطالبكم بمراجعة هذه القرارات وبقي هذا الوضع بقي هذا الإغلاق حتى نهاية رمضان كيف سيتأثر قطاعكم أكان قطاع المقاهي أو المطاعم أو غيره ما هو التأثير وماذا أنتم فاعلون لأن هناك تهديد بالإضراب يعني هل هناك إمكانية لإجراء إضراب مثلا نحن نتمنى 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 من الحكومة أننا ننصي إلى ذلك الوصف أننا إلى التمنى فعلا هذا واقع إصدار القرار نحن الآن ملزمين للتطبيق دياله وإنه بقي عندنا آمل كبير فملك البلاد أنه يدخل الحمد لله اللي هو الأرجال جميعا وإنه الملك هو اللي يعتص على الشعب دياله لا أظن أنه نتمنى بلش من المسلوص لهذاك الاحتيقان وهذه الأوضاع لأنك تعتبر هذه القرار بمثابة عقاب جماعي في أك أكثر هششة في البلاد يجال إحنا نريد أن نتقاس العباء على بلدنا إحنا فعلا نكننا علمنا الإضراب باش يكون عندنا نهار 9 أبريل يعني قبل الجمعة الماضية ولكن نظرا التدخل للحكومات يعني قبل واحد مشوعة للإقاعات وإبداعا وإيمانا منا بالحوار تم تعليق وحسن يتم تعليق الإضراب إلى أجل إلى أجل آخر ونتمنه أننا نصل بشي نتيجة قبل لأن الوضع لا يسمح لا يسمح أبدا لا يسمح وقادرين على تحمل المزيد السيد أحوال نعم وصلت الرسالة السيد أحمد الرسالة اللي بغينا نوجهها الحكومة المقربية كنت منه كنت منه أنها تراجع وتكون عند الشجاعة كما كانت عند الشجاعة أنها تتخذ هذا القرار تكون عند نوع كذلك من الشجاعة أننا تراجع فيه ودي واحد توازن ما بين قرارات اللجنة العلمية وكذلك القرارات والدراسات لدارتها والمندوبية الإسلامية للتخطيط التي أكدت فيها أن 25 من مجدد القطاع للمقار المطاعم تخل الإفاس وتمانون في المئة فيها التضرر وكذلك البحث الميداني السيد أحمد بافركان عضو المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم كنت معنا من الرباط نشكرك جزيل الشكر